بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الاول لمقرر النظم بالمعالج الدقيق احنا لسه جماعة في الشابتر الاولاني في الفصل الاول بنتكلم عن fundamentals أساسيات للمعالج ومن ضمن الأساسيات النهاردة ان شاء الله هناخد simple circuit دايرة بسيطة للمعالج للميكروروسسور شوف مع بعض بنقول simple sequential digital circuit for simple macro processor ونفهم الكلام مع بعض لازم نفهم يعني simple sequential digital circuit يعني هذه circuit دايرة تعبر عن simple macro processor وفيها العمليات بتحدث بالتتابع يعني لو احنا مسكنا كده العمليات واحدة واحدة وفي بداية العملية حتى النهاية هنعرف ان العملية بتتم بالتتابع والcircuit اللي قدامنا دي بتعبر عن macro processor بسيط طيب تتكون من ايه السيركت اللي قدامنا دي؟ تتكون من decoder وطبعا اربعة بتكاونتر الدكودر دا بيغزي مجموعة من الرجستر والمجموعة دول عبرها عن كام رجستر 16 رجستر من R0 حتى R15 يعني قدامي 16 رجستر بياخدوا داتا الداتا ديات ممكن تكون بيانات داتا فقط او ها تعبر عن value قيمة او امر instruction يبقى اذا نقول الكلماتين دول مع بعض تاني مجموعة القريل اللي قدامك ديات بايه تحتوي على بيانات على داتا الداتا ديات ممكن تكون قيم values او ها او instruction معايا جميل طيب طالما هي value او instruction توقع بقى ان هنا فيه switch مش كده ايوة السويتش دا وظفته ايه انه يغزي البيانات للتنفيذ وفي نفس الوقت يحدد هل هي instruction ولو كانت instruction ايه الامر اللي هيتم بمعنى انا عايز مسلا اجمع one zero one plus one zero zero دي data مش كده جمع data طب الامر هو عبارة عن ايه قول انت الامر يبقى ايه هو ايه 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 اوديها لمصارات الايه الانستركشنز عشان يتم تحديد الامر الا وهو add مش كده ولا ايه ايوة يبقى اذن يا جماعة هذا السويتش ها بلوه مصارين مصار للبيانات بيوجه البيانات لمنطقة التنفيذ هنشوف منطقة التنفيذ دلوقتي وهياخد الامر ايه يترجم ويعرف انت عايز تعمل بتعمل add ولا end ولا ur ولا ولا مش كده طيب ده وظيفة السويتش اللي قداما طيب عن طريق مين بقى جماعة عن طريق مصار البيانات تتوجه البيانات لمين لوحدة التنفيذ اللي هي ايه ال-A-L-U يعني ال-A-L-U دياما بيبقى لها طرفين A و B ال-A ياخد الداتة الاولانية لها 1 0 1 وياخد الداتة التانية لها 1 0 0 ويبدأ بقى عايز ينفذ الامر اللي هو مين ال-A-D مين ليه حد الامر ما يسمى بال-Control unit او وحدة التحق تشوف ال-Data اللي جاي لها وتفهم عن طريق الدكودر ان ال-Data دي بتقول مثلا add او sub subtraction طرح او and او or او load او load A load B او move عندي كم امر اللي وقتها جمع عدي معايا كده عندي فعلا ها 8 اوامر اذا 8 instructions من الممكن ان يتم اي من هما في اي عملية 8 instructions 8 instructions معايا شباب اذا ها بنعرف الامر ها بنعرف ال-instruction عن طريق control unit وال-Data كانت وصلت عندي على مند ال-A-L-U في الطرفين اللي انت شايفهم قدامك ده في المصار اللي قدامك ده وصل ال-Data عندي في ال-A-L-U ها في ال-A وفي ال-B وال-A-L-U من هنا هوت في الجزء ده تأخذ الامر وتبدأ تنفذ العملية اول ما تبدأ تنفذ العملية تقدر تقول لي ان ال-1-0-1 وال-1-0-0 هيتم ايه add لهم بالطريقة ايه الجمع العادي ال-Biner اللي احنا عرفنا ها تبدأ تجمع وتقول 1-0-1 0-1-1-0 معايا ال-1 معايا جمعة اذا ده المصاري البيانات اللي بيعبره عن بقى ايه sequential digital circuit يعني data ها بتنتقل بالتتابع جوه مين ها جوه دائرة هزي الدائرة تعبر عن مايكرو بروسوسر معالك طيب هتقولي ايه هتسألني تقولي طب فينه الدليل ده معالك والله لو المعالك دو تقدر يعمل الايه ال-instruction اللي هو fetch the code execute يبقى معالك صح ولا اش كده اه لو قدر يعمل دورة الفتش the code execute طب هل هزي الطريقة قدت دورة the code execute حققتها fetch the code execute نشوف مع بعض احنا بنقول ايه خدنا data والاوامر من ايه من register مش كده خدناها صح fetch عملنا عملية fetch طب حصل decoding امتى هنا هو في الجزء ده اه مش كده قدرنا نفهم الامر طب ايه حسنا